ومنطقة وسط إسرائيل وصولا إلى منطقة تسمى جوش دان كان ربما التطور الأكثر دراماتيكية هذا الصباح وفي توقيت خاص جدا عند السادسة والنصف صباحا وصل الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي أطلقه حزب الله إلى تلك المنطقة وكان معدن لاستهداف منطقة جليلوت القواعد الأمنية التابعة للموساد والاستخبارات في تلك المنطقة جرى اعتراض الصاروخ بواسطة منظومة مقلاع داود وفق الرواية الإسرائيلية السبب الذي انطلقت بمجابه صفرات الإنذار في أكثر من مكان في نتانيا ومدن أخرى كان أن هذا الصاروخ كبير وتشضى بشكل كبير وبالتالي كانوا يخشون من سقوط أجزاء منه وهي بحجم صواريخ في تلك المناطق أيا كان أطلق عند السادسة والنصف صباحا قبل أسبوع عند السادسة والنصف صباحا بدأت إسرائيل الحملة العسكرية التي أثبتها سهام الشمال بغارات غير مسبوقة على لبنان وبالتالي التوقيت أيضا راعى هذا الموضوع القراءة في إسرائيل بالنسبة للساروخ تحديدا بأنه رسالة من حزب الله ركزت على القواعد العسكرية لم يستخدم ذخيرة دقيقة أراد أن يقول أنه يستطيع أن يدخل تل أبيب وكل إسرائيل إلى الاستهداف إذا ما استمرت إسرائيل في استصعيد غير المسبوك في لبنان وبالتالي ربما فهم هذا الأمر على هذا النحو